بمناسبة بقى كلام عن الفخر تعالي نقف عن تفصيلة الفخر لان احنا عندنا سبب اضافي للفخر لان احنا عندنا يعني كلام عايزين نقول لحضراتكم عن السباح مروان الاماش لعب المنتخب الوطني للسباحة اللي حقق الميدالية الذهبية في سباق المتين متر حرة في بطولة افريقيا للسباحة للمحترفين والشباب البطولة دي انطلقت في يوم الاتنين وتستمر حتى يوم السبت المقبل ان شاء الله في العاصمة الغنية اكرة دي بالمناسبة البطولة المؤهلة لبطولة العالم للالعاب المائية في احدى المدن اليابانية اللي حتكون ان شاء الله في شهر يونيو من عام عشرين اتنين وعشرين مروان الاماش اسم مهم جدا في السباحة الحقيقة وسبق وحقق فوس كبير بدهبية بطولة امريكا المفتوحة في سباق 800 متر حرة يعني عمل شغل هايل الاهم بقى هزم اسطورة العالم مايكل فيليبس في تصفيات بطولة العالم وحقق انجاز كبير في بطولة العالم شارلت الامريكية للسباحة بعد مخطم ارقام قياسية في سباقي 200 و400 متر يعني نقدر نقول باختصار شديد ان احنا بصدد اسطورة جديدة في عالم السباحة حاجة محترمة جدا